السلام عليكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة بغا دي ديوو سعيدة جدا بلقيكم كنتمنا تكونوا كلكم بخير على خير وفي احسن الاحوال شكرا لكم بزاف على تعليقاتكم الاكتر من رائعة اللي دائما كتفرحني وشكرا على الكلام الطيب وبمناسبة الدخول المدرسي فكان قترح لكم هادلي كاب كيك بالشوكولة كي يجي من الاد ما يكون وخفافين والداد كي ما كتعرفوا الوليدات كيعجبوهم بزاف هادلي كاب كيك وغي يعجبو حتى الكبار بإذن الله سهلين فتحضير وغنعطيكم ايضا طريقة اللي طيبوهم بها غير فرن غازي وكي جيوا طالعين ومفقعين كي ما كتشوفوا فنمشيوا على بركتي الله هنشوفوا المقادير وطريقة التحضير غادي نحتاجوا لهاد الوصفة جوج حبات ديالبيض علبة ديال ياورت أنا درت ياورت طبيعي ممكن ديروا بنكهة الفاني او ياورت فلان غا نحتاجوا نس كاس ديال العنبة ديال الزيت نس كاس ديال سكار سينيدة وممكن ديروا حتى الكاس إلا روبع ديال السكار الناس اللي كي بغيوا الحلاوة تمنيا غرام من خميرات الحلويات جوج معلقة كبار ديال كاكاو المور بدون سكر معلقة كبيرة ديال الزبدة دقيق حسب الخليط تقريبا واحد الكاسونس اللي استعملت وشوية ديال حبيبات شوكولة هادو غا نديرهم في العجين يعني غيكونوا لداخل في الكاب كيك كي بقاو اختياريين ممكن ديروا لي بي بيس غير من الفوق اللي بغيته كناخدو ايناء نديرو فيها شوية ديال ملحة والبيض وكنبدو نخلطو بطراب كهربائي او يداوي لما عندكمش الكهربائي غير هذا غي سهل علينا كنطلعو البيض بوحدو حتى يديرو بحل الرغوة ومن بعد كنضيفو السكار وكنكملو ونطربو غير واحد شوية حتى كيولي الخليط كيما كتشوفو تقيل من بعد كنضيفو الزيت بشوية بشوية ثم غنضيفو المعلقة ديالزبدة اللي بدروري يتكون بحرارة المطبخ من بعد كنضيفو الياهوت ونخلطو صفيدة بغنحيدو الطراب الكهربائي وغنكملو غير بطراب يداوي هنا انا اخديت حبيبات شوكولا اللي غنضير معها العجين درتليها شوية ديالدقيق وكننخلطوهم وغنغربوهم كنحيد هاد الفائد ديالدقيق ما غنستعملوش كنديرو هاد طريقة باش مينزلوش لنا هاد البيبيت الاسفل في العجين كيبقا مزعين ووسط طريقه من بعد غنبدو نضيفو الدقيق بشوية بشوية وغنضيف معه حتى الجوش المعالق كبار ديال الكاكاو اللي كنغرب لهم لان سيكون فيها كويرات ونخلطو فهنا مليكا نخدمو الخليط بطراب الكهربائي يعني القوام ما كيكون شبح الكيك العادي كيكون شوية تقيل انا ضفت بالنسبة لدقيق كاس ونص ديال العنبة ديالدقيق اللي هزيت ليا سوف يغنكتافي بهذا القياس هذا هو القاوام وغنضيفو خميرة الحلويات وليبيبيت دو شوكولة انا هنسيت الخميرة ولكني رجعت فكرتها هي هادي غنغرب لها سوف نضيفو الخميرة وهادي حبيبيت شوكولة وكن نعمرو هادوك الكيسات ديالنا او الكويرتات ديال الكابكيك بش نسهلو علينا انا درتهم في جيب حلواني كناخدو هاد القالب وكنديرو فيه الكيسات وكنديرو العجين ديالنا في جيب حلواني او غير بالمعلقة غير هو هاد الجيب غير سهال علينا كنديرو بحلقه في شي كاسي كبير وكنعمروه انا نزلت الخليط كله مرة واحدة وكنقطعوا الراس ديالنا وكنبدو نعمرهم بهالطريق كنضربوهم شوية مع سطحها العامل غير ضربات خفيفة وكناخدو حبيبات شوكولة كنديروهم من الفوق هادو ما كنديرو لهم لدقيق لوالو فكنحطوهم غير من الفوق وممكن نديرو عواد حبيبات شوكولة وديرو مكسرات الى بغيتو سافي حتى نكملو من بعد كنسخنو الفران الفران يكون سخون ديجا من قبل يعني من اللي بدون نوجدوهم نسخنو الفران ديالنا مزيين كندخلوهم على حرارة مهيلة كنشعلو فلول من الفوق ومن التحت نقصو النار على الجهد اللي قدرنا يعني كنديرو بحلي غنطفيو البوطة خصوصا من الفوق النار تكون مهيلة بزف وكنخليوهم حتى كيطلعو لان كي ما شفتو انا ما عمرتش لي كيسة تحت الفوق فخليت واحد شوية كيطلعو وكي بدو يتشقو من الوجه ديالهم صفي كنطفيو الفوق وكنخليوهم يكملو طياب غير النار شعلة غير من الاسفل فقط حتى كنشمو ريحة ديالهم فكي اعطيوا واحد ريحة زوينة بزف في الدار وكننعودو نشعلو غير واحد شوية من الفوق النار دائما مهيلة مشي بزف وكنخرجوهم هاده هو شكل ديالهم بعد ما خرجشهم الفران فكيجيو ناجحين وسهلين بزف فتح ديارو مكونات بسيطة حاولوا تديرو شوكولات ليكون من نوع جيد باش الماداق يكون ألد وممكن نعودو المعلقة ديال زبدة بمعلقة ديال شوكولات ديال دهني لابغيتو شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى لقاء مع وصفة جديدة بإذن الله